دكتور يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقضة الحديث بجامعة حدوان مسألة خير عليك دكتور نور أستاذ يعني زي ما كنت بتكلم بنحتفل بخمسين عام على رحيل عميد الأدب العربي دكتور طاح حسين وهذه المسيرة الأدبية الكبيرة والاحتفاء بيه في معرض الكتاب للقراء الدولي في نسخته الـ 54 طبعاً أولاً استعادة طاح حسين ليس مجرد استعادة عابرة لكاتب عادي أو كاتب ضمن أحد الكتاب لكنه في الحقيقة استعادة العشرات القيم التي تتقف بشكل واضح تماماً في خندق التنوير والتفكير الحر والعقل النقدي وكل ما يعبر عن إنسانية الإنسان ودور المثقف تجاه قضايا وطن وأمته طاح حسين ليس عابراً في تاريخنا ولكنه الأب المؤسس لكل أفكار التنوير في العالم العربي في الحقيقة وطاح حسين مرت حياته بمجموعة هائلة من التحولات وهذه التحولات بتعبر عن قدرة كبيرة لدى طاح حسين تشكلت لديه في الحقيقة على المجاوزة والتخطي طيلة الوقت يعني طاح حسين الذي جعله بكل هذا القبار الذي تحدثت عنه في المقدمة هو في الحقيقة رغبته العارمة في مزيد من التجدد المستمر يعني طاح حسين ليس مفكراً سكونياً ثابتاً لكنه ابن دائماً لهذا الوعي الخلاق والمتجدد والمتجاوز باستمرار ويمكن ده خلق الكثير من المعارك الأدبية لدكتور طاح حسين عايزة أتكلم مع حضرتك عن معارك الأدبية مع العقاد ومع الأزهر ومسألة أنه لماذا كل هذه المعارك الأدبية لماذا كل هذه المعارك يعني ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في الحقيقة لماذا كل هذه المعارك يعني نحن كما تعلمين الصياق الفكري والاجتماعي والسياسي والثقافي أيضاً كان دائماً صياقاً محاطاً بمجموعة من الأفكار والتصورات الرجعية ومعركة طاح حسين الحقية كانت معركة ضد الرجعية معركة لصالح قيام الاستنارة ولصالح قيام العقل الحر المعارك في حيات طاح حسين هي في الحقيقة بدأت مبكراً ويمكن أن نشير إلى بعض التنوعات في حيات طاح حسين مثل معاركه مع بعض رجالات الأزهر أثناء دراساته صحيح